اشتركوا في القناة وبصرة بنت صفوان فإن حديث طالق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال إنما هو بضعة منك حديث بصرة من مس ذكره فلتوضى نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب ويوحي إلى هذا التبصير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو بضعة منك فإذا مسسته كما تمس مثل بقية الأعضاء ومعلوم أن النساء لا يمس الأعضاء غير الذكر لا يمس على الشهوة أبدا ألسل كذلك نقول إذا مسسته كما تمس سائل الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء أعليك وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء لأنه ربما يخرج شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشهو نعم الخلاصة أن نمس ذكر ذكر الكبير والصغير لا ينقذ الوضوء إلا إذا كان لشهوة والذي يغسل فرشة صبي قطعاً لسا عنده شهو